لأخبار ومنوعات ساعة شباب لي اليوم أول خبر معنا رياضة ليس لها عمر هذا شيء كلنا أتوقع متفقين عليه ولكن تحت عبارة سأواصل التمارين لطالما أنا على قيد الحياة هذا هو شعار الجدة الصينية تشين جيفانغ البالغة من العمر 68 عام والتي صارت مثال يحتذى به في الصين ليش؟ لأنها تقضي ساعتين يوميا في صالة الرياضة شايفين العضلات؟ واضحة شايفين الباي والتراي متأكدين منها توقع كما عندها سكس باك المهم نجحت في التخلص من 14 كيلو جرام في ثلاثة أشهر فقط ونقلت قصتها لتشجيع الناس على الرياضة أتوقع بما شفناها اليوم لا أسمع عذر من أي أحد أنا ما قدر أسوي رياضة من بعد اليوم وحدة عمره 68 سنة ما شاء الله تبارك الله وشوفوا كيف ساعتين كل يوم في الجم فإن شاء الله من بكرة بنبدأ إلى خبر آخر ومن الصين إلى بريطانيا يدا صناعية تستعيد 90% من القدرات تطور الباحثون في بريطانيا هذه اليد القادرة على أداء 90% من مهام اليد الطبيعية وصمم الطرف الصناعي ليحاكي بدقة حجم اليد البشرية لمساعدة مبتوري الأطراف على اكتساب سيطرة شبه طبيعية وتمتلك اليد الصناعية القادرة على تكرار الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية صراحة تطوير جميل جدا وبإذن الله أن يفيد فئة كبيرة من الناس خصوصا متروفي مبتوري الأطراف شكرا على هذا الابتكار وأتمنى يكون جاهز للاستخدام من بريطانيا للهند هندي يحفر قناة هذا الرجل الهندي المتقاعد قضى بمفردة 30 عام تخيلوا وهو يحفر قناة مائية منفردا طولها ثلاثة كيلو وعرضها متر واثنين وعمقها تسعين سانتيمتر مستخدم أدوات يدوية بسيطة جدا شايفيني الأدوات المستخدمها لوقف معاناة قرية تام من نقص الماء وقلة الأمطار صراحة يعطي ألف عافية ثلاثين عام ما تشائم ولا وقف ولا حسب أي ضعف بالعكس يعني ثلاثين سنة وهو يحفر في هذه القناة لين وصل للمويا صراحة المثال جميل جدا نذكرنا بالأشياء اللي ممكن تنازل عنها في حياتنا أو المواقف الفاشلة اللي ممكن نتعرض عليها في حياتنا وبالنهاية أهم شيء أنك ما تستسلم والله حكيمة أنا اليوم يا جو خلونا نروح لآخر خبر ولجنن العالم هذا الخبر كعكة السيلفي برعت خبيرة حلويات من ولاية تكساس الأمريكية حد الدهشة في صنع كعكة تطابقت مع شكلها استخدمت طبعا طبقات الكيك مع كريمة الزبدة الخضراء لتشكيل الجزء الداخلي وسائل الشكالاتة في تشكيل الجزء الخارجي وأكملت لمسات الأخيرة باستخدام ألوان المكياج الصالحة للأكل زي ما احنا شايفين طبعا في هذا الفيديو التوضيحي وهذا كان أقرب سيلفي وسمته بكعكة السيلفي صراحة فيه تطابق رهيب جدا بين شكلها وبين الكيك يعني كان من نفس بعض نفس الشيء عبوما هذه آخر أخبارنا اليوم بحاول ما خفى بدمي كثير بعد الفاصل القوى الناعمة في غرفة العمليات مع الجراحة ليان خشيم انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة